ايوا يا حوثاه وبعدين ماهو المطلوب امريكا قصفت عدة مناطق فج عطان في حجه في صعده تقصف المقصف ماهو المطلوب تشتون نقول انه شعار الضرطة من دير الصرخة حقيقي وانكم مستهدفين من امريكا ماهو المطلوب بالضبط ماهو المطلوب قولوا لنا نهمكم ما نرقج ايش المطلوب ما لكم مهولين للشغلة على اساس النوع يعني كأن الامريكان اعداء حقيقي لكم يعني دعموا الجيش الوطني يتقدم ويلعن والد والدكم زي ما دعموا الاوكران ضد الروس باسلحة حديثة فعالة اهدأوا قروا من الزقعة والله انكم جزمت للامريكان لو تحاولوا ما حاولتم احنا نجري انتم من تقتلوا عادكم اليوم قنصتم طفل في تعز عمرو ستعشر سنة الا لعنة الله عليكم انتم معركتكم ضد اليمنين لا اقل ولا اكثر كأني بامريكا بتصرفاتها بسوريا والعراق واليمن تريد ان تقول انه والله هذو الشيعة الوحيدين اللي انخرطوا مع طفان الاقصى وساندوا غزة وفلسطين هكذا كأني تقول هكذا لذلك هي الان على اساس تستهدفهم لهذا السبب والحقيقة انه ما قدموا شيء لغزة ولا غيروا في المعادلة شيء امريكا ترغب بتنكين الدين الشيعي في الوطن العربي لا اقل ولا اكثر منذ اسقاطهم لصدام حسين وهم يسعوا لتشييع الوطن العربي ونحر بالفتن وثارات الحسين والجلد واللطم والسلخ والبدع حق الشيعة هذا ما تريد امريكا فقط لذلك شوفوا الان الضربة الامريكية ما تأثر ابدا ابلغوا ميليشيات ايران بسوريا والعراق قبل ايام من القصف قالوا لهم انسحبوا والحوثين نفس القصة ضلوا ايام يبلغوهم انهم بيبدأوا يقصفوا وفعلا الان يعني اصبحت طيران الامريكي والبريطاني باليمن يقصف لو جبال يقصف المقصف اللي قد قصف طوال التسعة السنوات الماضية بالحرب العبثية التآمرية اللي قادتها السعودية والامارات ضد الشرعية برغبة امريكية لصالح الحوثيين الآن الشرعية مفككة شوفوا الحوثي على رغم هذه القنزعة كلها سعودية مشغولة بمشاكل وفتن هي والامارات باخل حضرموت لازالوا يتآمروا حتى اللحظة حتى مقرب يريدوا زعزعوا امنها من الداخل بجرعة سعرية على النفط على سعر الادبالبترول طلعوها لثمانية الف علشان تقع قلاقل داخل المأرب المؤامرة ماشية على قدم وساك المهم لصالح الحوثي هكذا شغل نظيف لكن انا اطمن الاحرار والشرفة لا تقلقوا مدام الجيش الوطني موجود واكبر حزب سياسي عقائدي منظم موجود وهو حزب الاصلاح يقف مع الاحرار والشرفة فلا خوف لن يستطيع الحوثي يفعل شي لو كان يستطيع يفعل شي هذا حداء الصهاين والامريكان وآل سعود وعيال زايد وإيران لو كان قادر يفعل شي كان قد فعل طوال التسعة السنوات الماضية لو سنتين يحاول على مأرب قبل الهدنة ضح بربعين ألف زنبيل والآن الذي بيحشدها باسم قهوان الأقصى وباسم منه مستهدف من أمريكا بهذه الضربات المسرحية هم كذلك سيعود نفس الحكاية وقد أكلوا تفاح على النعوش ماذا يستفيد أي حاجة تطمنوا وتذكروا كلامي هذا تذكروا كلامي هذا يعني ما عد باقي أمام أمريكا إلا تدخل عسكريا وتغير على مأرب تدمرها وتمسحها قاعا صفصفا إما بتهمة الدعششة أو بتهمة القاعدة أي تهمة المهم من أجل الحوثي سيطر عليها تعزوا مأرب وما تبقى من اليمن الذي خارج سيطرة الحوثيين زي ما عملوا بالبيضة قصفوا أهل السنة يعني دمروا نكلوا بهم عملوا عمليات إنزال تذكروا بقيفا وكذا ومكنوا الحوثي من البيضة أمريكا كانت تساند الحوثي الحوثي جزمة أمريكا المفضلة هو يتشدق بأنه يحارب الإرهاب تقربا من أمريكا لأنه حذاء للأمريكا فيزعم أنه يحارب القاعدة وانتم دارين من الذي يتحدث بهذا السطوان كثير محاربة الإرهاب الولايات المتحدة الأمريكية لذلك الحوثي يصعى للتقرب إلى أمريكا أو من أمريكا والغرب بهذه السردية سردية ثم كافحة الإرهاب ووسم يعني خصوم بأنهم كلهم دواعش وإلى آخره لكن فليتطمن الأحرار والله ما بيتغير في المعادلة شيء الذي بيتغير إن الحوثي بيرسل المزيد من الآلاف من زنابيله إلى جهنم الحمراء إلى الموت تطمنوا حياتي